السلام عليكم. طريقة سهلة جدا جدا لتغيير اسم الفيسبوك لاسم واحد فقط. بإذن الله الطريقة تكون فعالة معكم وبأسهل طريقة. ويلا بينا للشرح. طبعا حضراتكم اول حاجة هتحمله فيسبوك لايت. تمام? هنستعمل فيسبوك لايت. وبعد كده هسيب لكم لينك البرنامج ده. فاول كومنت. كويس جدا. هنضغط على الفيسبوك نفتحه. بعد كده نضغط اعتراض شرطي لفوق. بعدين ننزل تحت وندغط على الاعدادات والخصوصية. بعدين على الاعدادات. دلوقتي هنضغط على مركز الحسابات. بعدين على الملفات الشخصية. على الاسم. بعد كده هنضغط على كلمة الاسم. دلوقتي حضراتكم هيظهر معكم اسمكم. تمام? تمام. اول حاجة طبعا هنمسح اسم العائلة. تمام? وطبعا في الاسم الاول هنكتب الاسم اللي عايزينه يظهر اسم واحد. وليكن انا هكتب بيسو. تمام? بعد كده هنسيبها بالشكل ده. دلوقتي هننتقل بقى للفيب ان بتاعنا اللي هسيبه لكم في اول كومنت. هنضغط عليه نفتحه برضو. دلوقتي حضراتكم هنعمل ايه بقى? هنضغط فوق هنا. تمام? بعد كده ننزل تحت. ونختار اندونسي اللي هي دي يا جماعة. تمام? نضغط على ديت. بعد كده نضغط هنا. بعدين هنضغط على كلمة عشان نشاهد اعلان. وبعدين الفيب ان يشتغل معانا. فانا هشاهد اعلان وارجع لكم كمان مرة. دلوقتي حضراتكم مدام هو جاب لكم علامة الخضرة دي ومكتوب 30 دقيقة يبقى البرنامج شغال. بس فاضل حاجة هنخلي كلمة اوف هنخليها اون عشان الفيب ان يشتغل. تمام? نضغط عليها. دلوقتي حضراتكم مدام هو جاب لكم اللون الازرق. يبقى الفيب ان يشتغل معانا. وكلمة اون مفعالة. تمام? تمام. هنرجع خطوة على الفيسبوك لايت. تمام? دلوقتي بقى هنجي على اسم العائلة. بعد كده نضغط على مصطرة. تمام? بعدين هنضغط على مراجعة التغيير. زي ما انتم شافين زهر عندنا الاسم الواحد اللي احنا اخترناه. هنضغط بقى على حفز. وزي ما انتم شافين تم تحديث الاسم بقى اسهل طريقة جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هل الاسم تغير ولا لا. هنعمل رفريش. زي ما انتم شافين بقى الاسم اسم واحد بقى اسهل طريقة. طبعا الطريقة بتشتغل على حسب حسابكم وعلى حسب دولتكم. تمام? تمام. بس جدا. ده كان شرحنا النهاردة. كان معاكم باسل من كناتكم بيسو تكنولوجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.